والآن إلى هذا الإعلان من حزب الله الذي أعلن عن قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشة ردا على استهداف مدنيين اليوم جنوبية لبنان وقال حزب الله أنه استدفى مواقع عدة إسرائيلية من بينها ميرون كما أعلن استهداف بلدات عدة كذلك إسرائيلية على الحدود بدورها أفدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من أربعين صاروخا أطلقوا من لبنان على منطقة الشليل مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية من دون وقوع إصابات ونتابع وإياكم هذه الصور التي وصلت منذ قليل لهذه الرشقة الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان كما ذكرنا باتجاه بلدات الجليل الأعلى إذا لم لكم مخطئة على بلدات إسرائيلية على الحدود من بينها بلدة ميرون ويمكن أن نرصد في هذه الصور كيف يتم اعتراض عدد من الصواريخ من القبة الحديدية الإسرائيلية وكان في تأكيد من عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عدد من هذه الصواريخ فعلا سقطت تدون تحديد حجم الضرر على البنية التحتية أو إن كان في إصابات فعاليا فيما يتعلق بالجانب اللبناني أفدت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل ثلاث أطفال سوريين في الغارة الإسرائيلية في بلدة أم التوت جنوبية لبنان هذا وأفدت مراسلتنا بمقتل شخصين بعد أن شنت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق النباتي الخردلي جنوبية لبنان المزيد من التفاصيل نرصدها مع محرر الشؤون اللبنانية سلمان العنداري في سكانيوز عربية سلمان يعني يعود التوتر والاشتعالة للحدود اللبنانية من جديد شفنا رشقة صاروخية كمكثفة أطلقها حزب الله ردا على مقال بأنه كانت أيضا الاستهداف اللي أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال اليوم في لبنان بالفعل ما نلاحظه في الأيام القليلة الماضية بأن الاستهدافات الإسرائيلية أصبحت مكثفة وتستهدف مدنيين بشكل أو بآخر إضافة إلى أن عمليات حزب الله خفت قليلا ولكنها أصبحت أكثر نوعية باتجاه الدخل الإسرائيلي الشمال نتحدث عن الجليل الغربي والجليل الأعلى ومناطق عدة في صفط قبل قليل وسائل الإعلام تحدثت عن دوي انفجارات في صفط نتحدث عن كابري وهي منطقة مهمة تستهدف للمرة الثانية إضافة إلى بلدات جديدة للمرة الأولى كفرحوشن أورهنغور بريوحاي وميرون المنطقة أو منطقة المراقبة الجوية في منطقة الشمال الإسرائيلي يقول حزب الله بأنه يستهدف هذه المناطق ردا على استهداف المدنيين نتحدث عن أم التوت ثلاث أشخاص وأطفال سقطوا اليوم إضافة إلى الخردلي بعد ظهر هذا اليوم أيضا شخصين من التبعية السورية بالأمس بنت جبيل سيدتان وسيدة ثالثة بحالة خطرة وبالتالي استهداف المدنيين في الداخل اللبناني أصبح خطرا وهذا ما يدفع حزب الله بشكل أو بآخر إلى الرد بشكل قوي عبر عمليات نوعية في الشمال الإسرائيلي في الجليل الغربي وفي الجليل الأعلى وهذا يطرح علامات استفهام كثيرة كريات شمونك قبل نحو ساعة قصفت بشكل عنيف أكثر من أربعين صاروخا وعشرات الصواريخ منها فلق ومنها أيضا بركان والصواريخ عالية التفجير الذي قال حزب الله بأنها صواريخ ثقيلة بشكل أو بآخر وبالتالي يمكن أن نرصد هذا التوتر الذي عاد هذه نقطة مهمة أشرت إليها سلمان أنه اليوم فيه متغير يعني هنا بالمرحلة الماضية إسرائيل كانت تستهدف شخصيات لحزب الله باختيالات دقيقة اليوم يبدو أنه مباح بالنسبة للإسرائيليين أنه استهداف المدنيين يعني ما بقى فيه حسابات لربما بيجعل الضربات دقيقة فعليا يعني رد ورد مقابل نرى استهداف للمنازل نرى استهداف للبنية التحتية اللبنانية في الجنوب اللبناني حزب الله يريد أن يرد بالمثل فيقصف شمال إسرائيل كريات شمونة اليوم قصف منازل في كريات شمونة بالأمس أيضا قصف ووصف هذا القصف بأنه عنيف قصف محطات كهرباء إضافة إلى مراكز تجارية في تلك المدينة الأساسية في إصبع الجليل وبالتالي هذا الرد والرد المقابل سيجر ربما الأوضاع في الجنوب أو على الجبهة الشمالية إلى مزيد من التصعيد في الأيام القليلة المقبلة خصوصا على وقع عرقلة المفاوضات فيما يتعلق بغزة وعرقلة الاتفاق وصول الاتفاق ربما إلى جدار مسدود رغم استمرار هذه المحادثات ربما ينعكس بشكل أو بآخر على جنوب لبنان وهذا الأمر سيرفع حدة التوتر والمخاطر خصوصا على وقع التطورات الإقليمية لا نسى ما يحصل في الولايات المتحدة وكيف يستفيد نتنياهو بشكل أو بآخر بهذا الانشغال الأمريكي ليوجه الرأي العام إلى مكان آخر ليس بعيدا من غزة إنما أيضا في جنوب لبنان ربما لإشغال الساحة والبقاء في السلطة على أي حال سنبقى في متابعة معك طبعا سلمان محرر الشؤون اللبنانية في سكانيزة عربية شكرا على هذه الاتحات